تعال نتعرف على فيتامين دال ونشوف هو ليش كلنا صار عندنا نقص في فيتامين دال الآن لما صير أنا عندي نقص في فيتامين دال إيش هي الآثار أو المشاكل الممكن يتعرض إلها للجسم لما صار عنده نقص في فيتامين دال فيتامين دال هو بشكل أساسي بيعمل على حالة اتزان حتى يقال عنه هرمون الأعراض اللي بتظهر نتيجة نقص فيتامين دال بتختلف من حسب المرحلة العمرية قبل المتابعة فضلا وليس أمرا وليصلك كل جديد إن لم تشترك في قناتنا اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ولا تنسى أن تترك لنا تعليقا أو سؤال هذه المشكلة جديدة يعني ولا مشكلة قديمة حديثة ولا هي نوع من أنواع الموضة مثلا فيتامين دال هو من ضمن الفيتامينات الذائبة في الدهن قلنا في عنا فيتامينات بالضوب بالمية وفيتامينات بالضوب بالدهون الفيتامينات اللي بتضوب بالمية لازم أخذها كل يوم لأنه ما فيه لها مخازن بالجسم لكن الفيتامينات الذائبة في الدهون بتتخزن بالجسم بتتخزن بالجسم زي فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين كاف، فيتامين ها أو اي اليوم راح نحكي عن فيتامين دال، فيتامين دال من أول ما نسمعه على السريع بيجي على بالنا الشمس، إنه المصدر الأساسي من مصادر الشمس طيب، وفيتامين دال من أول ما بيجي على بالنا، بتيجي إنه كتير بعض المفاهيم اللي إحنا بسيطة اللي إحنا بنعرفها فيتامين دال بشكل أساسي بتم تصنيعه من خلال أشعة الشمس فإحنا من نتعرض للشمس بشكل مستمر، طب من وين أجل نقص فيتامين دال هذا؟ من وين؟ هذا سؤال مهم، بده إجابة الشعب الأردني تقريباً 60% أو أكتر عنده نقص فيتامين دال يعني هل إنه نقص فيتامين دال مشكلة عامة؟ لا داعي للقلق والخوف إنه في كتير ناس بصير عندهم حالة هيك خوف من نقص فيتامين دال وهل إنه إحنا بس عندنا نقص فيتامين دال؟ فيتامين دال باختصار، هو قلنا زائب بالدهون فيه منه فيتامين دال 2، فيتامين دال 3، الـ 2 بيجي من المصادر النباتية، 3 بيجي من المصادر الحيوانية طبعاً فيتامين دال بشكل عام، نقصه بعملنا مشاكل طب قديش معدل الطبيعي بجسم الإنسان؟ تقريباً من 20 إلى 50 نانو جرام لكل مليلتر هذه الحالة الطبيعية، فيه ناس بيكون 0، فيه ناس بيكون 2، 4، 9، 10، المهم هذا كله عنده نقص طبعاً القياس فيتامين دال يقاس بالوحدة الدولية هذا لما نجي نشت فيتامين دال مكتوب 400، 600 إلى آخرية هذا طبعاً فيه فيتامين دال ممكن توصل أكثر من هيك بالوحدة هذا شغل طبعاً المتخصصين طيب، يعني بيحطوه في طائفة الهرمونات، هرمون سترويدي فيتامين دال لأنه قلنا هو زائب في الدهون أول شيء بعمل حالة اتزان، الكالسوم والفوسفور في الجسم، يعني العظم كمان بحفز على تكوين البروتين كمان مفيد جداً في معظم عمليات الأيد أيضاً له بلعب دور في النمو للخلايا وتكثرها وبلعب دور في الحفاظ على جهاز المناعة الغدى الجاردرقية، العضاء التناسلية في عمليات الأيد للعضلات ونقصه ممكن نعمل نقص في العضلات بالذات عضلة القلب فهللاقي إنه فيتامين دال بلعب دور أساسي في كتير حاجات في جسم الإنسان طيب، نقص هذا الفيتامين، لو أنا صار عندي نقص في هذا الفيتامين شو الأعراض اللي راح ممكن تظهر؟ الأعراض اللي بتظهر نتيجة نقص فيتامين دال بتختلف حسب المرحلة العمرية لأنه انخفاضه مرتبط بانخفاض في امتصاص الكالسيوم فلما يصير عندي نقص في الكالسيوم، معناتها ندخل في مشاكل العضم اللي ممكن تؤدي إلى الكساح، لين العضام، هشاشة العضام يعني شفته مرتبط الأمور بالجانب العضم أيضاً نقص فيتامين دال له أعراض أخرى ممكن تصل إلى حد الاكتئاب، طبعاً دراسات عملت اثنين، السمنة، طب هنا في قضية جدلية هل نقص فيتامين دال هو اللي عمل سمنة؟ ولا الإنسان اللي عنده سمنة، السمنة تبعته عملت مشكلة نقص فيتامين دال سواء هادي أو هادي، اثنين مشكلة لذلك هو الإنسان الناصح لمن بضعف كل حياته راح تنتظم بما فيها فيتامينات وإذا كان أكل أكل صحي، وإذا كان نقص فيتامين من أحد عوامل زيادة الوزن برضو بنا نضعف عساس أنه ننظم حالاً أيضاً لقوا أن فيتامين دال مرتبط بموضوع الأمراض القلب الشرايين، مشاكل الجهاز التنفسي، الإصابة بالربو ارتفاع الضغط، ارتفاع الكولسترول يعني كثير من العوامل أو الأعراض الممكن تؤدي نقص فيتامين دال سبابها نقص فيتامين دال لأن أسباب النقص ممكن تكون عدم التعرض لأشاعات الشمس هذا احتمال احتمال تاني الناس اللي بيستخدموا واقع الشمس كثير لأنه لازم أنا عرض الوجه والكفين، نقو ربع ساعة، ثلاث مرات بالأسبوع لما الناس اللي بيستخدموا واقع الشمس كثير برضو هيكون عازل لامتصاص الجلد لأشاعات الشمس اللي بشكل أساسي بتعمال الفيتامين دال الإنسان اللي كبر في السن برضو العمر بلعب دور ممكن بعض الأمراض زي مرض المشاكل الجهاز الهضمي زي كرونز، التليف، الكيسي، مرض الحسيط القمح برضو ممكن تكون سبب في نقص فيتامين دال أيضا زي ما قلنا أحد أسباب نقص فيتامين دال السمنة لأنه فيتامين دال هو فيتامين ذائب في الدهون بتخزن في النسيج الدهني وكل مزاد حجم النسيج الدهني راح يسحب فيتامين دال من الدم ويصير عندنا نقص في هذا الفيتامين أيضا الناس اللي عندهم مشاكل في القلب أو انسداد رؤى أو مزمن برضو هاي من الناس اللي ممكن يصير عندهم نقص في فيتامين دال هذا بالمجمل زائد أنه ممكن تناول فيتامين دال بكميات كبيرة يعمل لمشكلة زي مش فيه مثل عندنا بقول الزائد أخو نقص زي ما نقص فيتامين دال بعمل لمشكلة كمان زيادة فيتامين دال لأنه هو بتخزن في الجسم فلو تخزن وصار عندي كمية أكبر من احتياج الجسم ممكن يعمل لي تسمم بفيتامين دال وفي بعض الناس بعتقدونه فيتامين دال هذا أيش ما هو فيتامين يعني لا ما بنفع بالذات الفيتامينات الذائبة في الدهون لأنه رح تتخزن في الجسم ويجب تناول فيتامين دال من خلال الطبيب المختص لازم أروح للدكتور يعني فيه كتير ناس بلاقي عنده نقص فيتامين دال بروح مثلا للصيدلة مثلا أو لاجاره والله عندي نقص إيش أخدت ما والله كان عندي نقص خد الحبوب كذا خد الإبر ما بنفع لازم يكون فيه طبيب متخصص هو اللي يصرف فيتامين دال والجرعة تبعته وهل أخدها حبوب أخدها ع شكل إبر إلى آخره لذلك التناول فيتامين دال ممكن يعمل لي تسمم ممكن تتسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم الفوسفور في الدم ممكن يؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الأنسجة مثل القلب والرأتين والكلة وندخل في مشاكل لا يحمد عقباها فنأخذ بالنا من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر